بيضا عدولك الانيميشن الم ولا انحنا بدينا اعمل الانيميشن بقالنا كتير فيعني مفيش دائم مسألة الانيميشن المصري احنا بعمل الانيميشن بقالنا كتير قوي 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 هي الشطرة في انه احنا بنتطور بسرعة والحمد لله سبحانه وتعالى علشان ان احنا نبقى على نفس المستوى بتاع الانيميشن اللي بتعمل في أحسن حتة في العالم عندنا بقى مسلسل اسم هو سر المسجد وحتى الاسم في حد ذاته يبدو كأنه والسر المية علشان حاول تفهم المسلسل ده مخصص للاطفال مخصص ده مش معنى ان الكبار ما يشوفوهش اجا من الناس اللي بتحب الانيميشن جدا طيب خليني بقى نتكلم مع صانع هذا المسلسل حسين مجدي مخرج ومؤلف حشان كده لك الصانع مخرج ومؤلف سر المسجد زكي حسين اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا منور ايه حكاية سر المسجد هي الفكرة البساطة كانت جاية ان احنا طيب الجيل الجديد اللي طالع الاطفال الصغيرين دول عايزين نعرفهم المسجد ده عبر عن ايه لاحظت ان لان انا عندي لسن الاعمار عندي لاطفال دول فلاحظت ان ما فيش حاجة بتخاطبهم قوي في حتة ما هو المسجد هم عارفين ان هو بيطلع منه الاذان تمام جميل طيب لقى المسجد اكتر من كاب كتير المسجد ده ليه اداب وليه قصص وكان بيستخدم استخدمات كتير في الماضي وفيه كذا مسجد وفيه مناسبات لازم بنروح فيها المسجد معلومات كتير قوي طيب ازاي نوصل المعلومة دي للطفل بشكل من غير ما يمل منها ومن غير ما تكون تقيلة علي ان هو يستوعبها احنا بنخاطب اطفال من 6 سنين ل 12 سنة حلو فدي فئة عمرية صغيرة لها اسلوب معين في الخطاب بيزقوا بسرعة وبيملوا بسرعة فكان لازم ندخل المعلومات دي في وسط مغمر او في وسط حدوت او في وسط الوان وفي وسط شخصيات جذابة زي الروبوت وزي الشخصيات الشريرة اللي في المسلسل الميزان بتاع ان امتى الطفل يزهق مني وامتى قدي المعلومة دي للطفل وبحجمها دي ده كان اصعب تحدي في المسلسل ان انا ازاي اقدر اخي اخده في مغامرة وفيها شخصيات هو يحبها ونوعا ما اكشن وفي نفس الوقت اجي في النص اروح مديله المعلومة اللي انا عايز اوصلها له ليه حجمها بيبقى صغير اوي بس بتوصل ايه هي الابلة قصتها ايه ايه هو الادان قصته ايه ايه انواع الصلاة اللي مفروضة روحها فيه مسجد اسمه المسجد الاقصى فيه عندنا حاجة اسمها الصلاة العيد عندنا ليلة القادر عندنا ترويع فيه معلومات صغيرة كده الطفل بس محتاج يسمع مش لازم ادخل فيها بالتفصيل بس بحاول اوصلها له دي كانت الفكرة بتاعت المسلسل وانت قلت جملة جميلة جدا انه الولاد في السن ده بالذات بيتشدوا للأكشن والجيل بتاع ولادك ده انه ولدك بره حبتين فالجيل بتاع ولادك دول أكشن أكشن يعني ليلون هقرق عاديين طبعا بالضبط ازاي قدرت انك انت تكتب وفي نفس الوقت تخرج المسلسل عن المساجد بأكشن عملت ايه احنا عملنا حدوتها صغيرة جدا بسيطة انه هو يعني انا حطيت نفسي مكان الاب اللي هو بطل في المسلسل انه هو عايز يعلم ولاده عن المساجد طب هيعلمهم ازاي عشان يقعدهم ويتكلم معهم هو لازم يعمل لهم تطبيق على الموبايل او على التابلت يقدروا من خلاله انه هم يعرفوا معلومات عن المسجد عشان خاطر دي اللغة اللي هم بيفهموها التكنولوجيا طيب في وسط ما هو بيعمل الكلام ده بيجي فيروس يروح واخده مدخله جوه التطبيق فالولد الصغير بيدخل عليه المكتب بتاعه ولما بيسمع أصوات الانزار بابا راح فين اختفى وهو قعب يدور راح داخل هو كمان معه جوه التطبيق فخلقنا مغامرة جوه التطبيق ده ان فيه فيروس خبه كل معلومة من المعلومات دي في مكان جوه التطبيق هم كل حلقة بيحاولوا يدوروا على المعلومة دي ويرجعوها للشيخ اللي جوه المسجد بقت مغامرة فبقت مغامرة فكل يوم هم بيحاولوا يوصلوا للمعلومة دي وبيواجههم الفيروس ده بقى بحيال ومشاكل بشكل لطيف معه مساعد روبوت دمه خفيف جدا فبنخلق برضو شيء من الكوميديا مع الأكشن مع الحدوتة اللي بتتألف كل حلقة وفي الآخر بيعودوا مع الشيخ ده يقول لهم الجزء الصغير اللي هو فيه بقى المعلومة اللي احنا عايزين نوصلها